موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها عبداللهيان في الرياض العلاقات السعودية الإيرانية تثبت مسارها الجديد تجديد على الحوار وعلى تنفيذ الاتفاقات السابقة ماذا في أفاق المنطقة تساؤلات عن أهداف التحركات الأمريكية في سوريا وجمود في التقارب بين أنقر ودمشق فهل يقوم العرب بدور مساعد في حل الأزمة السورية أرحبا بكم بخطا ثابتة تسير السعودية وإيران على طريق تعزيز العلاقات الثنائية مواقف بارزة أطلقها وزيراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال أول زيارة للأخير إلى السعودية منذ استعادة العلاقات أكدت أيضا خلال لقائي بمعاريه اليوم حرص المملكة على بحث سجل تفعيل اتفاقيات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين وكذلك تطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي بناء على الدعوة الموجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز الزيارة تحمل دلالات كثيرة وهارس إلى أكثر من ضمنها سقوط الرهان على جمود العلاقات بين البلدين أو تباطئ مسار التقارب الذي انطلق من بكين برعاية صينية مباشرة نشتد على الأمن الداخلي للمنطقة والأمن الذاتي القائم فيها نحن نمد يد التعاون إلى دول الجوار ونشهد اليوم أننا نتخذ خطوات صحيحة وننتج مسارا صحيحا في تعزيز العلاقات مع دول الجوار من ضمنها السعودية نعتقد أن فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة لا يمكن تجزئتها وعلى جميع الفاعلين الإقليميين القيام بدور في هذا المجال عبداللهيان طرح فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى منطقة الخليج محذرا في الوقت عينه من المشاريع الإسرائيلية لبث وذور الفتنة والعداء في المنطقة إذن هي مرحلة جديدة من العلاقات بين رياض وطهران تفتحها الزيارة وفق تعبير الوزير السعودي مما تطرح تساؤلات عن أوراق العرقلة الأمريكية الإسرائيلية معنا في هذا الملف من عمان مدير مركز القدس لدراسات السياسية سيد عريب رنتاوي وكذا معنا هنا في الستوديو مدير مركز دال الإعلام دكتور فيصل عبدالساتر مرحبا بضيفينا أبدأ وإياك سيد الرنتاوي ما همية هذه الزيارة للوزير الإيراني للرياض وهي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين في منحنى مسار العلاقة منذ آذار ما بعد الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية لسيما ما سبقه بترويج وكأن هناك جمود لهذا المسار يعني لا شك أن هذه الزيارة هامة وهمة جدا لجهة استعادة بعض الزخم للعلاقات الثنائية بين إيران والسعودية والتي انطلقت بالوساطة الصينية من بكين قبل حوالي الستة أشهر أو الخمسة أشهر نعم كان هناك جمود في هذا المسار ولا أعتقد أنها مجرد التخمينات متشائمة جمود رافقه أيضا جمود في إدارة الملف في اليمني أوقفنا القتال في اليمن حققنا هدنا في اليمن ولكننا لم نصلع سلاما بهذا المناء فتحنا على سوريا ولكن مصار التطبيع العربي السوري شهد طباط أن أعيد تزخيمه في اجتماع اللجنة السوداسية مع وزير الخارجية السورية في القاهرة بالأمس إذن هذه المسارات لا تسير بالسرعة المطلوبة محور هذه المسارات والتحركات في المنطقة هو العلاقة السعودية الإيرانية هذه علاقة محورية هذه زاوية رئيسية ترتكز إليها كثير من التحركات في هذا الإقليم زيارة عبداللهيان الآن ربما تحدث بعض الزخم على هذا الصعيد لكن في المقابل كما تلحظين وكما يلاحظ المراقبون في المقابل هناك جهود أمريكية كثيفة يعني من أجل تقديم العلاقة السعودية الإسرائيلية على العلاقة السعودية الإيرانية في هذا المجال سمعنا ضمن لائحة المطالب الأمريكية من السعودية الابتعاد عن طهران على سبيل المثال سمعنا من ضمن لائحة المطالب الابتعاد عن الصين والابتعاد عن روسيا لا أعتقد أن السعودية سوف ترضخ لهذه المطالب الأمريكية سيما وأنها في وضع مرتاح من الناحية السياسية والجيوزيازية والاقتصادية وغير ذلك ولكن لا شك أن هذه تدخل في حسابات السياسة السعودية بشكل أو بآخر التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات السابقة أمر مهم بالذات في شقيها الأمني أمن الملاحة في الخليج وهنا حصل بعض التقدم في السعودي الإيراني على هذا الصعيد أما الموضوع الاقتصادي فأعتقد أن عقبة العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران سوف تبقي مجال التعاون أو التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين ضمن مستويات محددة في هذا المجال إذن هو ليس ولفا ثنائيا محضن لا تقرره السعودية وطهران وحدهما ولكنه ملف يتأثر بكل التطورات التي يشهد هذا الإقليم من حولنا وأنت تعلمين سيدة راميا بأن الولايات المتحدة تعد في خفاء صفقة قبل اثنين بهذا المعنى ليس بالضرورة أن تنجح وليس بالضرورة أن تسير الرياح كما تجتهي سفن واشنطن وتل أبيل ولكن هذا أيضا عامل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار ونحن نقيم سرعات ومعدلات التقدم في العلاقة على ضفتي الخليج العربي وفيما عشرت إليه بدت وكأنه أيضا رسالة من المملكة العربية السعودية عندما استقبل الوزير الخارجي الإيراني في قاعة القدس أيضا هذا في ضمن المسار الذي يعني يرسل رسالة لموقع المملكة العربية السعودية من أي مسار تطبيعي وهذا أيضا علق عليه الوزير الإيراني والإشارة الإيجابية أسمع رأيك دكتور فيصل عبد الساتر فيما تقدم ونريد أن نعرف إلى أي حد في إرادة سياسية بارزة بين الطرفين لتعزيز العلاقة ووصولها إلى مكان نرى مفاعل إن كان في العلاقة بين البلدين هناك ملفات مرتبطة أو حتى على مستوى المنطقة زيارة عبداللهيان ما موقعها من ذلك؟ بداية مساء الخير لحضرتكم مساء الخير للأستاذ عرايب ولكن للمشاهدين شكرا لهذه الاستضافة لا أختلف كثيرا على ما ذهب إليه الأستاذ عرايب في بعض التوصفات الأساسية وإن كان هناك لدي ملاحظات أولا هذه الزيارة تأتي فيها رد على الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان وهدف العلاقات الدبلوماسية أمر طبيعي ثانيا هو للتأكيد على الاتفاق الذي جارع برعاية الصينية وهناك بنود تم الاتفاق عليها من ضمنها إعادة العلاقات الدبلوماسية وبعض الاتفاقيات الجانبية التي لها علاقة بالمغزى السياسي والاقتصادي والإعلامي وتجبيب المشكلات ثالثا له علاقة أيضا بما قام به الإيراني مع الأمريكي وتحديدا المحادثات الأخيرة التي كانت برعاية طرف ثالث وأفرج فيه الأمريكي عن مليارات مجمدة لإيران وتبادل للمحتجزين أو المعتقلين بين البلدين ومن يمكن أن يبنى على مثل هذا الأمر باعتبار أن هذا شكل نقطة إضافية لطهران في التعامل مع الأمريكيين وربما أيضا هذا يشكل حافزا للسعوديين رابعا فيما له علاقة بأمن الملاحة البحرية وصبق لإيران أن طرحت هذا الموضوع وكان هناك جولة من الإيرانيين على العديد من الدول الخليجية كانت السعودية اليوم المحطة الأخيرة هنا أختلف مع الأستاذ عرايب في موضوع أن هذا الأمر يعني يبنى عليه لكن ليس إيران وحدها والسعودية وحدها من يقرران مثل هذا الأمر هنا وجه الاختلاف له علاقة بالقرار الإيراني وليس له علاقة بالقرار السعودي لأننا نعرف أن إيران أحد أهم نقاط قوتها الأساسية في موضوع الخيار السياسي أنها هي صاحبة القرار هي تقرر هي تمشي هي تنضي في أي شيء ولا تقبل لأحد أن يضغط عليها فيما السعودية حقيقة تقع تحت تأثيرات كبيرة وطبعا هذا الأمر ليس للانتقاص بقدر ما يعني هو محاولة للتوصيف بأن السعودية لم تكن مرتاحة في كثير من الخيارات السياسية بما فيها الاتجاه نحو الصين الاتجاه نحو روسيا العلاقة مع إيران مجددا هذا كله عرضها لكثير من الضغوط وآخر هذه الضغوط ما يعني يقدمه الأمريكي أيضا هنا أعود إلى ما قاله الأستاذ عرايب بشكل أو بآخر أن هناك مصلحة أمريكية في تقديم العلاقة السعودية الإسرائيلية على كل ما عدها باعتبار أن هذا الأمر يشكل لبايدن ضربة كبيرة على مستوى الانتخابات ويشكل لبايدن أيضا ضربة كبيرة على مستوى النجاح السياسي في المنطقة هنا السعودية تخير نفسها بين أمرين الأمر الأول هو مواجهة الضغوط الأمريكية وهذا إلى حد ما حتى الآن لازالت تقاوم بقوة وبشدة وهي تريد أن تخرج من هذا التأثير بأي شكل من الأشكال لذلك سرب بعض الموضوعات التي لها علاقة بالمطالب السعودية فيما لو ذهبت الأمور باتجاه تلبية بعض الرغبات الأمريكية وإن كنت أشك أن هذا الأمر ممكن أن يدد بهذا الاتجاه لكن على قاعدة المبدو يزوج بنته بغل المهر كانت هناك مطالب سعودية عالية الصقف وهذا الأمر ترتب على الإسرائيلي أن يبادر بقوة إلى رفضها من جهة وأيضا بايدن على شبكة الـ CNN عندما كان معه مقابلة أعتقد من عشرة أيام قال أن هذا الكلام غير وارد في زهن الإدارة الأمريكية ما له علاقة بمشروع النووي السعودي ما له علاقة بالأسلحة المتطورة وما له علاقة بحل الدولتين رفضه الإسرائيلي إذن الكباش الآن قائم الزيارة الإيرانية اليوم تأتي لتنفيذ هذا الأمر والحكي السعودي كان واضحا أن هناك دعوة للرئيس الإيراني يعمل على الترتيب لها الوزيرة عبداللهية وأيضا حس على تنفيذ الاتفاقيات السابقة وهذه أيضا من النقطتين الأساسيتين أن نرى زيارة للرئيس الإيراني في المملكة العربية السعودية هذا سيكون حدث كبير جدا وله أيضا الدلالات وهذه الزيارة لوزير الخارجية تكتسي أهمية مجرد العلاقة أن نرى مسارا للعلاقة بين إيران والسعودية هذا سيكون له تداعيات إيجابية وتأثيرات إيجابية على المنطقة بالعودة إليك سيد رنتاوي ما الذي حال أن نرى في الفترة السابقة منذ هذا الاتفاق السعودي الإيراني ما عول أو كان مأمول في ملفات في المنطقة عطفا على ما قاله وزير الخارجية السعودي في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية الإيراني هناك رقبة للرياض جدية وصادقة لتعزيز الثقة وبأن إيران تعزيز العلاقة معها ستكون نقطة مفصلية لأمن هذه المنطقة ما الذي يفترض أن يتوثر أو يتوفر لتثبيت هذه العلاقة وهذا التقارب بين البلدين يعني من منظور سعودي العلاقة مع إيران مهمة وأوضح الوزير السعودي اليوم أن هذه العلاقة نقطة مهمة لحفاظ على أمن الخليج والأمن والاستقرار في المنطقة عموما ومعالجة بعض القضايا الإقليمية التي امتد انفجارها لأكثر من عشرية سوداء يعني سواء في اليمن في سوريا في غير أمن المناطق ولكن هذا وحده لا يكفي في الحقيقة يعني الولايات المتحدة لا تكف عن إرسال الرسائل متناقضة بهذا المعنى هي تبرم اتفاقا مع طهران تتبادل بموجبه السجناء وتفرج عن مليارات الدولارات الإيرانية ولكنها تحشد الجيوش والأساطير في الخليج وتضايق إيران في شمال الشرق السوري إيران وروسيا وسوريا وغيرها وتحشد قوات وأعتقد أنكم ستتطرقون ربما إلى هذا في الجزء الثاني من هذا المعور يعني الوضع في الشمال الشرقي ليس بعيدا عن الكباش الدائر حاليا بين واشنطن من جهة وكل من إيران وروسيا وحلفائهما من جهة تانية لذلك يعني الخليج في الحقيقة يبدو وضعه معلق إن شئتي لا يعني ذلك أنه لن يكون هناك تقدم في العلاقة الإيرانية السعودية عودة التمثيل الدبلوماسي وحده لا يكفي للقول أن الأمور باتت على خير ما يرام حصلت أزمات كبرى وافترق البلدان في الوقت الذي كانت السفرات تعمل فيه في كل من الرياض وطهران يعني هذا وحده ليس معيارا معيار مهم وخطوة بالاتجاه الصحيح وتمثيل الدبلوماسي والزيارات المتبادلة خير من القطيعة والتلابط وغير ذلك ولكنه وحده لا يكفي فيما يخص ما يدبر لهذه المنطقة خلف الغرف المغلقة قلنا أنه ليس أمرا حتميا أن يحدث ولكن الولايات المتحدة تعتبر أن إنجاز اتفاق تطبيعي مع السعودية هو أمر بالغ الأهمية لحملة بايدن الانتخابية بالنسبة إلى نتنياه هو قال هي در التاج على تطبيع العربي الإسرائيلي أن يصل إلى الرياض السعودية ليست الدول التي انقرطت في المصار الإبراهيمي السعودية قاطرة كبيرة وبالتالي قطوة من هذا النوع لا بد أن يكون لها ثمن وثمن واضح إن في العلاقة التنائية بين السعودية والولايات المتحدة أو ما يمكن أن يدفع نتنياه إلى الفلسطينيين سيد ديهرنتاوي قبل الموضوع العرق أنا أريد أن أفهم منك ما الذي يستطيع كل طرف أن يقدمه يعني الظروف الذي يمكن أن يساهم كل طرف بتمتين هذا التقارب خصوصا أنه أشرنا لموضوع مقالة وزير الخارجية السعودي بحرص المملكة على تفعيل اتفاقات السابقة بين البلدين لا سيما الأمنية في الجانب الأمني ما المطلوب من الطرفين ماذا تستطيع السعودية أن تقدم وبالتالي برأيك أيضا من نسبة لإيران يعني السعود مطلوب من السعودية في الحقيقة أن لا تنخرط في أحلاف أمنية ودفاعية موجهة ضد إيران وأعتقد أن هذا ما زال في مخيلة الأمريكيين والإسرائيليين بما في ذلك عماية أمن الملاحة في الخليج العربي مطلوب من السعودية أن تنأى بنفسها عن أي الترتيبات من هذا النور لأنها ترتيبات مع أطراف تجاهل بعدائها الشديد لإيران هذا لن يجعل العلاقة التنائية بين البلدين مستقرة بحال من الأحوال وإيران في المقابل عليها أن تقدم تطمينات وضمنات فيما يتعلق بحرية الملاحة من ذات الملاحة القليجية اليوم كنت أقرأ تقارير بأن هناك نوع من الارتياح الخليجي لأن عمليات التعرض والتحرش التي حدثت في الأشهر الخمس أو الست الفائتة لم تتال أي منشأة بحرية أو سفينة أو ناقلة خليجية على الإطلاق كان هناك تعرض لبعض القطع الغربية بشكل أو بآخر أو الأجنبية بشكل أو بآخر هذا مؤشر يمكن أن يبنى عليه بشكل إيجابي إذن عملية بناء الثقة مهمة وهي ربما تكون الطوطع الضرورية لما أطلقت إيران من قبل مشروع الإقليمي للأمن والتعاون بالذات بين دول المنطقة بين الدول المشاطئة للخليج هذا مشروع تحدثت به إيران ولم تستقبله دول الخليج يعني على محمل الجد الآن في ظني أن هناك فرصة فرصة ستبنى على إجراءات بناء فقة حقيقية وتعاون حقيقي بين الأطراف الحديث عن تشكيل لجانب تخصصة بما فيها الأمنية وأن تعمل بتحت إشراف وزيري الخارجية كما جاء اليوم في المؤتمر الصحفي أعتقد أنه ممكن أن يكون خطوة في هذا الاتجاه لكن مرة أخرى علينا أن نلحظ بأن الرياض هي عرضة لهبوب ريح من اتجاهات مختلفة من جهة هناك هجمة دبلوماسية إيرانية لتطميع العلاقات والحفاظ على زخمها ومن جهة الثانية هناك رياح تحب من واشنطن نوة الأبيب قاسية وعاتية وموجهة بالأساس ضد طهران وأعتقد أن السلوك السعودي في هذا المجال سيكون حاسما وسيقرر إلى أي مستوى يمكن أن تبلغ العلاقات بين ضفة أي الخليج وليس فقط بين الرياض وطهران ساحل هذه النقاط الدكتور فيصل عبدالسات لكن قبل ذلك ضيفينا ومشاهدين نعرض لهذه المعطيات إذن إعادة فتح السفارات في كلا البلدين من ضمن الخطوات التي تحققت على صعيد إعادة تعزيز العلاقات السعودية الإيرانية وتترافق تلك الخطوات مع أعلان سعودي عن رغبة المملكة في القيام باستثمارات في إيران إضافة إلى مواكبة دول حليفة للرياض في تهديئة خطابها الإعلامي وانفتاحها مجددا على إيران وإعادة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية في هذا السياق يأتي الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف أنشطة المرحقين العسكريين في سفارتين البلدين في كل من طهران والرياض عقب لقاء هو الأول من نوعه بعد استئناف العلاقات الثنائية والذي جمع نائب رئيس الأركان العام للجيش الإيراني العميد عزيز ناصر زادا مع نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبدالل الاعتابي على همشي معرض موسكو العسكرية للصناعات الدفاعية فيما جدد الطرفان خلال الاجتماع تأكيد إرادة الدولتين في تنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بإحياء العلاقات الثنائية وتطويرها وتعزيزها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة وأكد أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية وضرورة استمرار المحادثات الثنائية والوصول إلى خارطة طريق مناسبة دكتور فيصل عبدالساتر ما هي الملفات أو التفاهمات التي يمكن أن نراها الأكثر إمكانية لنرى تأثيرا إيجابيا عليها في المنطقة وموضوع الأمن يعني ما طرحه وتطرحه إيران وجددها التأكيد عليه وزير الخارجية الإيراني في زيارته وموضوع الأمن الذاتي وحوار إقليمي أيضا مع إيران ما إمكانية فعلا أن نرى ذلك يعني ربما ما لم يثر في بعض وسائل الإعلام فيما له علاقة بهذا الأمر الحساس هو موضوع التطبيع يشكل بالنسبة لإيران كارثة حقيقية وهو يشكل خطر كبير على أمن المنطقة لأن السعودية ليست البحرين مع احترامنا للبحرين وليست الإمارات مع احترامنا للإمارات وبعض الدول الأخرى السعودية دولة تمثل برمزيتها قطب العالم الإسلامي إلى جانب مصر إلى جانب تركيا يعني فيما له علاقة بالدول الوازنة لكن السعودية تحديدا لها رمزية حاضرة اليوم أكثر بكثير من الدول الأخرى التي نتحدث عنها وأن قبلة المسلمين فيها هي مكة المكرمة هي خادم الحرمين الشريفين فعندما تذهب باتفاقيات مثل إبراهم على غرار ما ذابت إليه الدول العربية ما الذي يبقي لها هذه الرمزية تنتهي فهذا أمر حساس بالنسبة للإيرانيين يعتبرون أن سقوط السعودية في مثل هذا المسار يشكل خطرا كبيرا على المنطقة برمتها ويشكل خطر على القضية الفلسطينية أو على ما تبقى من القضية الفلسطينية في بعض الدول العربية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية أصبحت سمول قضية فلسطينية وربما تصير يعني مع الأيام أصغر وأصغر هذا واحد اتنين فيما له علاقة بتجفيف المشكلات القائمة كان بين السعودية وإيران صحيح أن المسألة لم تكن مباشرة لكن عملية الساحات التي فيها احتكاكات كانت واسعة جدا وأهمها الساحة الإعلامية التي كانت تشهد يعني حرب داحس والغبراء على كل المستويات وأنت تعلمين أن السعودية لديها أسطول إعلامي ليس فقط مقتصرا على الفضائيات بل أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي جيوش إلكترونية صحف ومواقع وإلى آخره ولديها قدرة على التأثير بحجم واسع جدا هذا الأمر كان يشكل كارثة حقيقية في التواصل وفي عدم إمكانية الحلول ناين ثلاثة عفوا الساحات المشتركة التي فيها اشتباكات بالمعنى السياسي والمعنى الميداني وتحديدا اليمن وأيضا هي جزء من الساحات يعني جزء من النقاط المطروحة في هذه الزيارة ما له علاقة باليمن تحديدا وما له علاقة بلبنان صحيح أن البعض يقول أن أنصار الله أو اليمنيين كانوا إلى الآن على قارعة الانتظار أنهم لم يحققوا يعني ما الذي يريدونه بعد 8 سنوات من الحرب فإذ بالعلاقات السعودية الإيرانية تعود أو تعود السفرات إلى العمل ثم يحكى عن اتفاقيات لكن عمليا اليمن نزل محاصر اليمن إلى الآن لم يرى ما كان ينتظره طبعا هو لا يعول على الانتفاق باعتبار أن إيران تعطيه أوامر أو أن السعودية تفرد عليهم شروط اليمنيين مشكلتهم لوحدهم ليس لها علاقة بأي قدرة من الأطراف الخارجية على التأثير لكن عمليا هم لا يمانع في أن يكون هناك لقاء بين الإيران والسعودي لأن هذا الأمر ينعكس خير على المنطقة لكن الأولى أن يكون هناك انعكاس مباشر مجانب الأمن ما الذي يجمع السعودية وإيران أو التفاهمات التي يمكن أن تكون حاضرة على المستوى الأمني بين الطرفين لا سيما مجددا موضوع ما طرحه وزير الخارجي إمكانية أن نرى حوارا إقليميا مع إيران ما هذا الأمر طرحه الإيراني قبل وهو سوق له من خلال الدعوة إلى أولا إلى اتفاقية الميان خرط في إطار ما يسميه الإيراني أمن الملاحة في مضيق هرمز أو أسمى ما بعرف التعريف الدقيق لكن نسيته الآن لكن فيما له علاقة بهذا الموضوع لم يكن هناك استجابة اليوم يعيد الإيراني هذا الأمر خاصة بعدما أطلق الإمام الخامنئي أن أمن الملاحة البحرية والبحار العليا في العالم هي ملك لكل البشرية وليس لأحد أن يتحكم بها محاولة الضغط الأمريكي هي دائما من خلال أن نفاز إلى مياه الخليج ومياه الخليج الفارسي وبحر عمان وانت ملاحظة كلما تقدم الملف السعودي الإيراني أو الملف الإيراني مع دول الجوار يتحرك الأمريكي بأسطوله العسكري البحري لكي يحدث خرقا ما في هذا الإطار آخر ما يمكن أن يتحدث به المرأ في هذا الإطار هناك مشروع قانون إذا ما أقر في الكونغرس موضوع نشر البحارة الأمريكيين على سفن التجارية طيب هذا أمر يشكل كارثة حقيقية وبالتالي هذا إيران لن تقبل به حتى لو أدى الأمر إلى مواجهة وإيران سبق وحزرت من هذا الموضوع طيب هذا لم يكن له أي موقف من الدول الأخرى من دول الجوار المتشاطئة أو غير المتشاطئة مع إيران بالعكس يعني يبدو أنهم يرحبون بهذا الأمر لذلك كان تسويق من إيران أنه تعوه يا أخي قلينا نتفهم على أمن الملاحة في هذه المنطقة هذا اتنين هذا عم نحكي فيما له علاقة بالتنصيق الأمني والعسكري طيب لماذا تذهبون في انخراط في مناورات عسكرية مع الأمريكي والبعض راح مع الإسرائيلي ولا تنخرطون في مناورات عسكرية إذا كان الهدف هو تأمين الملاحة البحرية فإيران أولى وإيران لديها القسم الأكبر من المياه الدولية والإقليمية في هذه المنطقة لكن للأسف لم يكن لهذه الدول قرار في هذا الإطار ولذلك حرك موضوع حقل الدرة لم يتحرك من فراغ طيب هذا أمر تاريخي مثل ما بيحركوا الجزر السلاس بس بدون يعني عمليا كلما يريدون أن يواجه الإيراني بأي شيء يحركون بعض الملفات اللي إلا علاقة بهذا الأمر اليوم الإيراني أصبح يده طولة أو طويلة ولديه باع طويل في إدارة الأمور في المنطقة الآن مع هذا التحرك سيرد الأمريكي بالتأكيد سيرد ولا يعني ولا يفكر أحد بأن الأمريكي سيترك الأمر نحن عم نحكي عن مساحة من التفلط للسعودي لكنها ليست مساحة بالكامل كلا الطرفين يمرك أوراق قوة بالانتقال إليك سيد الرنتاوي المشتركات التي يمكن أن نراها على المستوى الأمني ومفترض من المملكة العربية السعودية تعي تماما في خطوتها في التقارب مع الجمهورية الإسلامية في إيران حدود التي يمكن أن تؤثر أن كان على مستوى الأمريكي أو حتى الإسرائيلي لذلك الجانب الأمني أسأل عنه وأسأل عن فكرة التأثير المباشر في ملفات استراتيجية في دور كبير للبات المتحدة الأمريكية فيه في مسار التقارب السعودي لإيران يعني دعيني أميز بين الملفات في هذا المجال فيما يخص أمن الملاحة وهو الموضوع الجوهري لإيران والسعودية في الخليج أرمز مبادرة أرمز الإيرانية السعودية أعتقد أن السقف الذي يمكن أن تصل إليه في المدى المنظور على أقل تقرير هي علاقات تعاون مع إيران في هذا المجال تحييد ما يمكن اعتباره تهديد أو مخاطر قد تتعرض لها الملاحة في الخليج من الجانب الإيراني أما أن تذهب السعودية للاستغناء عن الحضور الدولي في هذا الممر الحيوي فلا أعتقد من الآن وحتى ربما عدة سنوات قادمة أو في المدى المنظور خيار كهذا ممكن أن يكون مطروح على جدوى الأعمال السعودية هذا ليس واردا بالحسابات السعودية والسعودية لن تسلم بهذا المعنى لطرف واحد في الخليج مسؤولية ريادة حفظ الأمن والاستقرار والملاحة في هذه المنطقة دائما ستكون حريصة على وجود دولي وبتحديد وجود أمريكي وازم في هذه المنطقة هذه نقطة صدام مع إيران التي تريد خليجا خاليا من القوى الأجنبية تدوره دول المنطقة ضمن ترتيبات أمنية وإقليمية متعارف عليها ومتفق حولها لذلك في الوقت اللي الطرفين بيحاولوا يتقربوا من بعضهم البعض في معالجة هذا الملف الثقيل بلف أمن الملاحة أعتقد هناك أيضا فيه تباين في النظر إلى هذا الموضوع النقطة الثانية فيما يخص الحراك الدولي المحيط بالسعودية الآن أنا لا أعتقد أن إيران ستعتبر التطبيع مع إسرائيل مشكلة كبيرة في علاقاتها الثنائية مع السعودية اللهم إلا إذا انتقلنا من التطبيع الثنائي إلى علاقات دفاعية إلى أحلاف إلى ترتيبات أمنية تدخل فيها إسرائيل بمشروعها المناهض لإيران لأن إيران استطاعت أن تقيم وأن تبقي علاقات قوية ومتطورة مع الإمارات والإمارات هي قاطرة المصارب الإبراهيمي وكذلك الحال مع أطرف أخرى عديدة في هذا المجال لكن في الحقيقة في المسألة الإيرانية تحديدا الإسرائيلي واضح شديد الوضوح أكثر من الأمريكي إيران هي العدو إيران هي المستهدف البرنامج النووي يجب أن يستقصل باسمالتل يعني بالكامل بهذا المعنى وأي شيء دون ذلك يعتبر خطر على موجود على إسرائيل مستقبلا يعني الإسرائيلي كانوا جدا متخوفين من سفق التبادل الأسرة والإفراج عن بعض المليارات ستبقى السعودية وبعض حلفائها في الولايات المتحدة يدفعون المملكة العربية السعودية أو يحاولون دفعها باستعداء إيران بوصفها التهديد الأكبر ولذلك كنا ناقشنا سابقا سيدرينتاوي بأن هذا الاتفاق السعودي الإيراني نجح بإزاحة هذه النمطية لتقمحاولة تقديم إيران على أنها خطر على دول الخليج وتحديدا نتحدثون عن المملكة العربية السعودية لكن التأثير الذي يمكن أن نرى لواشنطن أي تأثير في ملفات يفترض أن تطولها ربما تسوية ملفات استراتيجية أو حتى مناخات تساهم في تسويتها تأثير واشنطن بمعنى علاقة طهران مع واشنطن علاقة الرياض مع واشنطن يعني أنا أتفق هنا مع مقارن الأستاذ فيصل قبل قليل هناك هامش للسعودية ولكنها ليست طليقة اليدين حتى النهاية في هذه المسائل السعودية راعي لها حسابات ولها مصالح عميقة جدا ومتجدرة سواء مع الولايات المتحدة أو مع الغرب عموما ولن تفرط بها حتى ما نذهب بعيدا في هذا الموضوع لكن في نفس الوقت هي مع إقامة علاقات طبيعية علاقات حسن جوار علاقات تعاون ما أمكن وظن السقوف الممكنة بهذا المعنى لا أكثر ولا أقل لذلك أرجو أن يكون ذلك واضحا النقطة الثانية اللي بدي أشير إليها ممكن هذه العلاقات أن تشهد انطلاقا كبيرا في حال واحدة أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق حول النوع الإيراني ساعة إذ سنتشت يعني في الحقيقة اندفاعة جديدة في هذه العلاقات وأفاق جديدة في هذه العلاقات لكن السعودية قررت قررت أن لا تكون طرفا في حلف معادي لإيران هذا واضح هذا نبين ولكنها لن تذهب بعيدا في التخلي عن أوراقها الغربية أساسا وهي تقيم علاقات مع طهران هنا المعادلة السعودية أعتقد التي يسعى يعني وزير الخارجية وولي العهد تكريسيا سواء في العلاقة مع طهران أو في العلاقات الدولية عموما بهذا التوازن والتنوع والتعدد وغير ذلك هذه معايير أساسية الآن تحكم السياسة الخارجية السعودية انطلاق كبرى ستحدث ولكنها ستحدث في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق حول النوم دون ذلك ستبقى هذه العلاقات تشهد صعودا وغبوطا تقدما وتراجعا زخما وانكماشا بهذا المعنى وبالمناسبة سيدتي يعني من قال أن الملف اليمني الذي غادر المواجهات والمعارك العسكرية القبرى ولم يدخل مرحلة السلام بمحزر عن هذه المقاربة السعودية وهل صحيح أن الخلاف يمني يمني ومتى كان الخلاف يمنيا يمنيا أساسا كان المشكلة كان في حرب بين السعودية وأنصر الله البوكيين وهذا اللي عطل الاتفاق السعودي الأولي السعودية قد تنظرها مواسيط بين الأطراف اليمنية وهذا المقاربة رفضها الكوتي رفضها كلها ووجدنا خطوات سعودية تخرج من هذه الدائرة بمعنى الوسيط بتواصل مباشرة لكن التعطيل بدأ وقدم أيضا ضمن يعني الولايات المتحدة الأمريكية التردد في الملف اليمني التباطئ في الملف اليمني هو رجع صدن لهذا الحضر في المقاربة السعودية للملف الإيراني نسمح لنا نسمع لأي دكتور فيصل عبد الساتر فيما تفضلت بطرحه خصوصا موضوع أن الانطلاق الكبرى قد تكون في أن نرى نتائج إيجابية مباشرة في ملفات ساخنة حساسة مهمة مشتركة بالحضور بالنسبة لإيران والسعودية ما بعد الاتفاق النووي وما تطبيعة الخطوات المقبلة التي يمكن أن نراها ونصدها بين الطرفين مجموعة من الملاحظات السريعة قد تبت هامشية في بعض الأحيان لكن إذا ما حفرنا فيها بالعمق تبقى لها الأثر الكبير أولا لا مشكلة لإيران مع بعض الدول التي تقيم علاقات مع العدو الإسرائيلي هذا أكيد في طبيعة العلاقات الدبلوماسية شيء لكن هنا نتحدث عن السعودية ببعدها الرمزي وليس السعودية بالعلاقات السنائية بينها وبين أي دولة أخرى السعودية تمثل رمزية معينة في هذا الإطار تصبح كل المنطقة الآن محكومة بهذه اللعبة التي لها علاقة بالتطبيع مع إسرائيل مصر، الأردن، قطر، سلطنة عمان، المغرب، السودان، الإمارات، السعودية يعني عمليا ما الذي يعني يبقى خارج هذا السرب لم يعد يبقى أحد مصر والسعودية قطبين أساسيين وتركيا القطب الثالث أيضا مع إسرائيل تبقى إيران وحيدة في هذا العالم وكأنه يعني عم نعكس صورة أنه إيران بس عنده هذا المشروع والآخرين كلهم نسيوا هذا الموضوع وهذا مش صحيح لكن إلى حد ما أنا عم بحكي بالتأثيرات اللي إليه علاقة اللي بيفكر فيه الإيراني اثنين، بالنسبة لإيران وهنا أختلف مع الأستاذ عرايب أيضا بتمييز بسيط بالنسبة لإيران، إيران مشروع مؤسسة ثورة دولة بالنسبة للسعودية هو مشروع شخص إلى حد ما يعني محمد بن سلمان هو صاحب الرؤية هو الذي أصبح الآن يمثل رؤية السعودية الحديثة هو أتى من بيت سلمان على خلاف مع كل يعني العائلة الموجودة في السعودية لديه هذا الطموح وهذا الهاجس بأنه نقل السعودية من مكان إلى آخر جفف الوهابية، قضى على منابع التطرف إلى حد كبير لكنه يريد أمن واستقرار عشرين، ثلاثين، ما لم تحل المسألة اليمنية لن ينعم بالاستقرار، خلينا نكون واضحين لا يستطيع الإيراني أن يفرض على اليمني ويقول له بدك تقبل لأنه أنا والسعودي رحت باتفائيات لا، لأنه اليمن فيه إلى مشكلة حال، بدت تنحل ثلاثة فيما له علاقة بالريادة أنا ما قلت أن السعودية سيسلم بريادة الإيراني لما طرحوا الإيرانيين مبادرة هرمز ستراميا طرحوا مبادرة هرمز أن تكون جامعة لكل الدول مش لأنه هي بدأت يخدهم بمقابل أمريكا هي عم تقول لهم أنه نحن أولاد المنطقة نحن أصحاب المياه في هذه المنطقة فلماذا يأتي الأجنبي ويفرض علينا الممرات التي يريد ويقرر ما يريد هذا هو الهاجس الأساسي كان عند الإيرانيين لذلك التقدم من جديد بموضوع الأمن الملاحة هذا أمر بالنسبة لإيران أمر استراتيجي يمنع أي انفجار مقبل لأنه عمليا إذا صار في أي احتكاك اليوم بالخليج الإيراني لن يسكت مناوراته وهذه الفرع البحرية لجالة كل أنحاء العالم واستقبلها الإمام الخامنية مش عم يعمل استعراض الإيراني عم يوجه رسائل قوة للأمريكي وغير الأمريكي والإسرائيلي يريد أن ينفذ إلى هذه المنطقة من خلال هذه الاتفاقيات السنائية التي تحدث بينه وبين الكيان لذلك رأينا نتنياهو يستشيد غضبا ورد بسرعة أنه المبادرة العربية للسلام ما إبلا وغوصله ما إبلا وحل الدولتين رافضوا شكرا جزيلا لك دك فيصل عبد السعودية الكلام يطول ملف مهم جدا وربما نرى أيضا مسارات أخرى له في الأيام المقبلة دكتور فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام ضيفنا هنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك سيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لك مشاهدينا فاصل نفتحه من بعض الملف الثاني ونبحث في مآلات هذه التحركات الغامضة الولايات المتحدة الأمريكية على الحدود السورية العراقية في حالة الجمود أيضا لمسار التقارب بين أنقرة ودمشق وبعض الحيوية في العلاقة العربية مع سوريا ولكن بعد فاصلا قصير تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين في ملف الثاني مع تواصل التحركات الميدانية الأمريكية في الميدان السوري يخرج أحد قيادات التحالف الدولي بقيادة واشنطن جنرال ماثيو ماكا بيرلين لينفي نية بلاده شن أي عملية عسكرية على الأراضي السورية موجها سهام انتقاداته إلى موسكو التي اتهمها بتعريض حياة جنوده للخطر لكن التساؤلات كثيرة حول ما تخطط له واشنطن في ظل مواصلة سياسة النهب الممنهج للمقدرات السورية والسيطرة على الثروة النفطية ونقلها إلى الخارج يتزامن ذلك مع نشاط متزايد لتنظيم داعش الذي نفذ عدة هجمات ضد الجيش السوري ما دفع دمشق إلى اتهام واشنطن مباشرة بدعم ورعاية المنظمات الإرهابية ومنها داعش من أجل تنفيذ مخططاتها الحراك الميداني ترافق مع آخر سياسي ذي دلالة تمثل بنتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في القاهرة حيث توافق المجتمعون على أن حل الأزمة السورية السياسي إضافة إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا وعودة اللاجئين إليها اجتماع جاء معاكسا للحملة الأمريكية على التقارب العربي مع دمشق خلال الفترة الماضية كما أنه تزامن مع برود في مسار التقارب بين الأخيرة وأنقرة فالمعطيات السياسية الراهنة تشي بأن الأمور عادت إلى الوراء ولسيما ما تزايد التحركات العسكرية التركية فيما تتمسك سوريا بانسحاب الجيش التركي من أراضيها قبل أي تطبيع للعلاقات في ملفنا الثاني معنا من دمشق الخبير في العلاقات الدولية دكتور بسام أبو عبدالله دكتور مرحبا بكم بين ما نشاهده من تحركات أمريكية وتعزيز أهلا وسهلا بك تعزيز عسكري في شمال سوريا وشمال شرقها واجتماع القاهرة لجنة الاتصال ما الخلاصات التي يمكن أن نأخذها موقع العرب هنا أين هو في ظل التحركات الميدانية في شمال وشرق سوريا مساء الخير اخترامي لا من شك أن الولايات المتحدة دعيني أقول تعمل على ثلاثة خطوط أساسية إذا تابعنا خط ضغط عسكري أو رسائل عسكرية وهي تحاول بهذا المعنى إفهام دمشق وحلفائها بأنها تريد أو تسعى لوصل الجنوب شمال شرق سوريا أي قطع رئية سوريا وبتر جزء من الجسد السوري باتجاه الحدود مع العراق وأنا أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء العراقي العاجلة إلى دمشق كانت ضمن هذا الإطار استعداد بغداد لتقديم دعم لدمشق أيضا هذا سيبقيه تحت اليد الأمريكية وبالتالي هناك مخاطر حقيقية وخاصة بعد مشاهدة عمليات داعش الإرهابية وعودة تنشيط هذا التنظيم الذي أراه أنه اسما حركيا لنشاط جهاز المخابرات السيايية وليس التنظيم الذي نعرفه هذا الجانب والجانب الأخر هو اقتصادي ضغط عبر التأثير أيضا على أسعار العملة السورية في دول الجوار والثالث نفسي عبر الحرب الإعلامية المكثفة التي تقاض على الشعب السوري وبالتالي ويعمل أيضا الآن في نفس الوقت هناك خط عربي هل الخط العربي هذا السؤال منفصل عن هذه النواية الأمريكية التي تنفي من خلال العمل العسكري ولكنها في نفس الوقت تعيد تنشيط الجماعات الإرهابية هل أنا أعتقد أنه من مصلحة الجميع وخاصة الدول العربيين عودة النشاط إلى هذا المسار أنا أراه إيجابيا لأن انهيار الوضع في سوريا سيكون كارثيا على دول المنطقة بما في ذلك دول الخليج ولا مصلحة لأحد إلا بعودة الحوار كما كنتم تتحدثون قبل قليلا عن الحوار الإيراني السعودي نفس الشيء الحوار مع دمشق هو جزء مهم جدا من هذا المسار لأنه خلاف الحوار جربناه 13 عاما كوارث أضرار لاجئين نعدام الأمن تهيب المخدرات كما يتحدثون وبالتالي ليس أمامنا إلا إنقاذ هذا الواقع باتجاه الحوار هل هناك بأيكم دكتور هامش للعمل العربي بالنظر لمفاعل الحركة الأمريكية الجديدة والمخطط الذي يتم طرحه في عمليا وضع سوريا ضمن حصار يعني نوع من الجمود في العلاقة أو مسار التطبيق العلاقة بين أنقرة ودمشق هذه الحدود التركية السورية الحدود السورية العراقية محاولة لقطعها وذهاب الأمر باتجاه الجنوب إلى الأردن محاولات كانت سابقة مع مطلع هذه الألفية وفي أعلى مستوياتها وصلت في عام 2005 بظل ما تعيش سوريا من واقع أزمة معيشية واقتصادية كبيرة نتيجة الحرب والعقوبات وأن تتعي من الذي يجري ماها مش فعلا قدرة العرب أن يأخذوا خطوات بعيدا عن المسار الأمريكي البعض وهذا بهم جدا يعني بعض الدول العربية وأنا أتحدث هنا عن المملكة العربية السعودية دولة الإبارات يعني الكل بادر لكن عمليا ما يجري الحديث عنه الخطوة مقابل خطوة دمشق حسب ما عبر وزير الخارجية السوية دكتور فرسل مقداد تقدمت بخطوات كثيرة لكن لم تجد شيء بالمقابل الآن في لقاء القاهرة جاء الحديث عن لجنة مناقشة الدستور في عمان وهذا مكان جديد للجنة وأنا أعتقد أن الأطراف كلها توافق على عمان عمان كمكان وعمان كوسيط أيضا لقدرتها على التحرك مع كل الأطراف ولمقبوليتها لدى كل الأطراف لكن مقابل ذلك دمشق تريد موضوع ما أقر في قرارات مجلس الأمن الدولي موضوع الإنعاش المبكة لكن حتى الآن في هذا الموضوع أي الاقتصادي الاجتماعي الذي يتعلق بحياة الناس بحياة السوريين العاديين نحن لا نتحدث عن المفهوم السابق الذي روجت له الولايات المتحدة الأمريكية موضوع النظام السياسي نحن نتحدث عن مواطنون سوريون عاديون يتعرضون لعملية إبادة عبر تجويعهم وإغلاق بوابات الحدود هذا يعني كما أفهم على الأقل إغلاق الولايات المتحدة لخط الحدود مع العراق أنا أراه إعلان حرب على محور المقاومة ويجب أن تنتبه الأطراف الأمريكية لذلك لهذا بعض الأطراف خففت من هذه المحاولات لأنه لا يمكن أن تبقى سوريا ومحورها صامتة تجاه هذا الموضوع الموت البطيء الذي يمارسونه علينا وأنا أعتقد سيكون هناك ردود أفعال على هذا الموضوع الأمر ظهر من خلال مناورات الجيش العربي السوري المناورات السورية الروسية قصف البوارج الروسية لمواقع داعش في البادية هذه رسائل بالنار وأيضا تصريحات سماحة السيد حسن نصر الله التي كانت أيضا نارية في قطابه الأخير يجب أن تفهم الأطراف المعنية بأن زيادة الضغط وذهاب الوضع بسوريا إلى شكل سيء جدا الآن الوضع مثلا سيء جدا على صعيد المعاشي والكهرباء والماء وأبسط حقوق الناس بالطبع هذا تتحمل دول غربية وعلى رأسها من الولايات المتحدة التي هي رأس الإجرام في هذه المنطقة والدولة المجرمة التي يجب أن تعاقب بخروج قواتها كيف ستخرج قوات هذه مسألة أخرى لكن يجب أن نركز حديثنا عن أن الولايات المتحدة هي رأس الأزماء وهنا نعود مجددا لنقطتين نقطة تركيا دكتور كيف ترى هذا المسار حالة الجمود أو وضع تركيا في حالة تموضع أقرب للحلف الأطلسي خصوصا بعد القمة الأخيرة للناتو من أن نرى آلية التحالف الموجودة مع إيران أو حتى روسيا أو التفاهمات في الأرض السورية أو حتى في المنطقة لكن نتحدث عن سوريا هذا كيف يمكن تفسيره ووضعه ضمن المسار الآن الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية والنقطة الثانية عمليا تنظيم داعش اليوم في تحركات حيوية لتنظيم داعش والخارجية اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لسيما في الاعتداء الأخير في دير الزور بأنها تقف وراء هذا الهجوم من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية هذا يعني نريد أن نعرف المفرزات أو السيناريوهات التي يمكن أن نراها وحقيقة موقع تركيا يعني بالنسبة لدمشق الآن كيف ترى التموضوع التركي الآن عزيزتي بالنسبة لتركيا هذه المناورة التكتيكية الذي يقوم بها النظام السياسي في تركيا ورئيس أردوغان لم تفيده بشيء وأنا أربطها على الأقل بمحاولات أرضاء الغرب عبر تعيين وزير مالية وحاكمة للمصرف المركزي لكن الغرب ورفع سعر الفائل لكن الغرب لم يقدم دولارا واحدا للتركيا حتى الآن والقوى التي تستطيع أن تنقذ الاقتصاد التركي وتساعده لأن الواقع في تركيا الاقتصاد أيضا ليس جيدا خاصة بعد ذرزال الذي وفقا لتقديرات تركيا مئة مليار دولار إذن الحلول أمام الأتراك ستستمر هذه المناورة حتى الانتخابات البلدية في آذار القادم بعد ذلك لا خيار أمام الأتراك سوى العودة إلى طاولة التفاوض لأن إنقاذ الاقتصاد التركي أو عودة الانعاش للاقتصاد التركي لن يعطي الغرب تركيا أي شيء على الإطلاق وكل هذه المناورات التكتيكية لن تحصل تركيا فيها على شيء وبالتالي إذا رصد العلاقة الروسية التركية مثلا سنجد أن التبادل التجاري مستمر هناك لقاء قمة لم يحدد موعد ولكن حديث عن شارعاب وبالتالي تركيا ستعود إلى طاولة التفاوض أما التصريحات التي نسمعها مسؤولين في حزب العدالة والتنمية وبعض الأطراف في تركيا ذات الطبيعة الاستعلائية إذا صح التعبير العودة إلى حلب وحمص وحمى فأنا أميل إلى أنها تصريحات عن تارية لا واقع تركيا الاقتصاد يسمح لها بهذا الأمر ولا الواقع الميداني ولا توازن القوى أصلا وبالتالي تركيا ستعود في النهاية إلى المسار مسار التفاوض أما ما قاله وزير الدفاع السوري في موسكو هذا الكلام واضح وقبل ذلك الرئيس بشار الأسد في حديثه مع سكاي نوز كان واضحا لا إمكاني لعودة هذا الحوار بين دمشي وأنقرة قبل الانسحاب التركي أو وضع جدول زمني بضمانات لانسحاب من الأراضي السورية المحتلة وإلا هذا المساء لن يفتح هلأ إذا أردنا أن أقول أن تركيا أين مصالحها في ذلك يمكن أن تستمر في الاحتلال أنا أقول لك أن انفتاحها على الخليج لن يفيدها بشيء ما لم تفتح بوابتها الحدودية من الشمال إلى الجنوب هذه مصلحة استراتيجية بالنسبة لتركيا وبالتالي لن تعود علاقاتها الطبيعية ورئتها الطبيعية إلا عبر علاقة جيدة مع دمشق وأنا أستطيع أن أكون متأكدا بالرغم من أن كثيرين قد يخالفون هذه المقاربة من أن أنقرة ليس أمام حل سوى العودة إلى بوابتين دمشق وموسكو في النهاية بالرغم من كل العنتريات التي نسمع لأنه عبر 18 عام من العنتريات والانقراط التركي السيء ودعم الإرهاب لم تحقق تركيا النتائج التي تسعى إليها إذن الخيار هو العودة إلى طاولة الحوار ولا يوجد خيار آخر وأنا أعتقد أنه خلال الأشهر قادمة قد نجد تحولات في هذا الموقف التركي بعد الانتخارات بلدية في أذرات قادمة لأن أردوغان يريد العودة إلى أستابول وأنقرة إذا ما حقق ذلك فقد نجد عودة للتحولات هذه دكتور بسام وعبدالله الخبيف في العلاقات الدولية ضيفنا من العاصمة دمشق شكرا جزيلا لك بهذا نصل إلى ختام المسائية دائما للمزيد الميادين دات نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا جزيلا للمزيد